الحمد لله الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون نحمده حمداً كثيراً ونشكره شكراً مزيداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحق من ذكر وعبد وأعدل من ملك وحكم وأرأف من دعي وسئل وأجود من أعطى ومنح لا إله إلا هو الغني الحميد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لم يغفل عن ذكر ربه سبحانه ولم يفتر عن عبادته وكان يذكره على كل أحيانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ أيها الناس من أعظم الأدواء فتكًا بقلب العبد غفلته عن ربه سبحانه وتعالى غفلته عن ذكره غفلته عن كتابه غفلته عن عبادته غفلته عن التفكُر في آياته ومخلوقاته غفلته عن عظمة الله وقدرته غفلته عن التفكُر في نعمه وآلائه فيثقل عن الفرائض بسبب هذه الغفلة ويُهمِل النوافل ويجتري على المعاصي ويعطل لسانه من الذكر وكل واحدٍ من الناس فهو عُرضةٌ للغفلة فإما كانت غفلةً مطبقةً دائمةً نعوذ بالله من ذلكم وإما أن تكون حينًا بعد حين ولذا فإنه يجب على المؤمن يجب على المؤمن تفقُّد قلبه لكي لا يكون من الغافلين فإن الله جل وعلا خاطب نبيَّه صلى الله عليه وسلم وهو خطابٌ لكل مؤمن فقال سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرُّعًا وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين معاشر المسلمين إن قلوب المؤمنين يجب أن تكون حيَّةً لا ميِّتة يقِظةً لا نائمة ذاكرةً لا غافلة فإن الغافلة سِمَةُ أهل النار من الكفار والمُنافِقين أعاذَنا الله وإياكم من ذلكم الحال وصفهم الله تعالى بها في كتابه العزيز فقال جل وعلا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلِّ أُولَئِكَ هُمُ الغافِلٌ وفي آياتٍ أخر قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافِلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ومن رأى أيها الكرام ومن رأى حال الكافرين والمنافقين من إقبالهم على الدنيا ولذائذها وإعراضهم عن الآخرة والموعود فيها فهم هذه الآيات القرآنية التي تجعلهم أضلَّ من الأنعام لأن حواسهم مصروفة عن ربهم سبحانه وتعالى وعن كتابه الكريم ودينه القويم وما صُرِفوا عنها إلا بسبب غفلتهم وعدم تفكُرهم في مصيرهم ومآلهم بعد موتهم كما قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبَّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنُ بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أيها المسلمون كرام وحين أخذ الله تعالى المِثاق على بني آدم بأن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً حذَّرهم حذَّرهم أشدَّ التحذير حذَّرهم من الاعتذار يوم القيامة بالغفلة عن هذا المِثاق عن هذا المِثاق العظيم فقال سبحانه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمًا مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْرِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطِلُونَ وهذا يدلُّ أيها المسلمون الكرام هذا يدلُّ على خطر الغفلة على العبد إذ حذَّر الله تعالى العباد منها في ذكر أعظم ميثاقٍ أخذه على البشرية امتنَّى سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتنزُّل القرآن عليه وما حواه من عقائد وأحكامٍ وقصص فأزال به الغفلة عن المؤمنين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين والغفلة أيها الكرام والغفلة داءٌ يصيب أكثر البشرية مما يُحتِّم على أهل الإيمان يُحتِّم عليهم الحذر منها وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولو علموا من الدنيا ما علموا وعمروا فيها ما عمروا واخترعوا فيها ما اخترعوا واكتشفوا فيها ما اكتشفوا فإنهم عن الموت غافلون وعن الآخرة غافلون وعن الحساب والجزاء غافلون ومُعرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلةٍ مُعرضون ما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم مُحدثٍ إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةً قلوبهم ويُقال لأحدهم يوم القيامة لقد كنت في غفلةٍ من هذا لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وهم كما وصفهم الله تعالى بقوله يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولذا أمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يُنذِر الناس يوم القيامة أن يُنذِر الناس يوم القيامة لألا يغفلوا عنه قال جل وعلا وأنذِرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلةٍ وهم لا يؤمنون أيها الكرام ويوم القيامة يعلم أهل الغفلة ما كانوا فيه من غفلة وأنهم شغلوا بالدنيا الفانية عن الآخرة الباقية فيندمون ويتحسرون ولا تحين مندم واقترب الوعد الحق فإلهي شاخصةٌ أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلةٍ من هذا بل كنا ظالمين وهم متوعدون على غفلتهم عن ربهم سبحانه وتعالى متوعدون بهذه الغفلة بالعذاب الأليم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فمن أطبقت عليه الغفلة في الدنيا حتى صرفته عن ربه سبحانه سيقول ذلك نادما يوم القيامة في حين أن أهل القلوب الحية اليقظة يقولون الحمد لله الحمد لله الذي صدق نوعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأهل الغفلة أيها المسلمون الكرام أهل الغفلة متوعدون بالعذاب الدنيوي قبل الأخروي فإن الأمم السابقة عُذِّبَت وهي غافلة وكانت عادٌ في غفلة حتى إنهم لما رأوا بوادر العذاب قالوا هذا عارضٌ ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليم تُدمر كل شيءٍ بأمر ربها فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وقال سبحانه مُخبِرًا عن فرعون وجُنده فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولساء المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فَيَا فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ الحمد لله الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحبُّ ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والندِّ والنظير وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُّه وخليلُه وخيرته من خلقِه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله وأطيعوه واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً ولا يُقبل منها عدلٌ ولا تنفعها شفاعةٌ ولا هم يُنصَهون أيها المسلمون الكرام ومن الغفلة والخيبة والضلال أن يغفُل المسلم عن جراحات المسلمين في أنحاء المعمورة فتسمع بعض المسلمين يُردِّد بكل صفاقةٍ ووقاحةٍ يقول لا شأن لنا بما يجري في فلسطين وفي غزة وفي القدس يدعو وينادي بعض من قلَّ علمه وضعُفَت بصيرته وقلَّ علمه وفقه يُردِّد بكل صفاقةٍ وبكل تفاهةٍ بأنه لا شأن له بما يجري في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي إدلب وفي غيرها من بلاد المسلمين وقد أجاب بعضُهم على هؤلاء قائلاً لقد صدقت بمقولتك هذه فإن شأن فلسطين وشأن السودان وشأن إدلب وشأن غيرها من بلاد المسلمين هو شأن الشُّرفاء من أهل الإيمان وأما أهل الغفلة وأهل التفاهة فلا شأن لهم بما يجري بجرحات المسلمين ونسي هذا الجاهل المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يشُدُّ بعضُه بعضًا وشبَّك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ونسي هذا المسكين وهذا الجاهل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطُفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعَ له سائرُ الجسد بالسهر والحمَّى ونسي ما جاء في بعض الأثار من قولهم من لم يهتمَّ بأمر المسلمين فليس منهم فإذاً أيها الكرام من الإيمان ومن اليقظة أن يكون المسلم مُستشعرًا لجراحات إخوانه في أسقاع المعمورة مشارِكًا لهم آلامهم ويلهج لسانه بالدعاء لهم ويمُدُّ لهم يد العون بما يستطيع أيها المسلمون الكرام إن كان العبد يغفُل عن الله تعالى وعن دينه القويم فإن الله تعالى لن يغفُل عنه والله جل وعلا مُطَّلِعٌ عليه ويُحاسِبُه بعمله يوم القيامة ولكلٍّ درجاتٌ مما عملوا وما ربُّك بغافِلٍ عما يعملٌ وإذا كان العبد ذاكراً لربِّه سبحانه مُقيماً لدينه عاملاً بما يُرضيه فإن الله يذكُرُه ذكراً حسنًا فإن الله يذكُرُه ذكراً أحسنًا من ذكره كما قال جل وعلا فاذكُروني أذكُركم وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ظنِّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكَرني فإن ذكَرني في نفسِه ذكرته في نفسي وإن ذكَرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرٍ منهم وإن تقرَّب إليَّ بشِبرٍ تقرَّبتُ إليه ذراعًا وإن تقرَّب إليَّ ذراعًا تقرَّبتُ إليه باعًا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة رواه الشيخان أيها المسلمون الكرام هل يليقُ بالعبد الضعيف المخلوق أن يغفُل عن الخالق المعبود وهو محتاجٌ إلى ربِّه سبحانه وهو محتاجٌ إلى ربِّه في كل أحيانه وأحواله لا ينفكُ عن الحاجة لله تعالى أبداً وهو راجعٌ إلى ربِّه يوم القيامة ومحاسبٌ على أعماله فماذا سيكون موقفُه بين يدي الله وأمام الله سبحانه وتعالى وقد غفل عنه وعن عبادته في الدنيا وبماذا يُجيبُه حين يسأله ربُّه فعن عدي بن حاتٍ رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيُكلمُه الله ليس بينه وبينه ترجُمان فينظرُ أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم ويرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدَّم وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتَّقوا النار فاتَّقوا النار ولو بشق تمره رواه الشيخان أيها المسلمون الكرام صلُّوا وسلِّموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقًا وأعظمهم أدبًا كما أمركم الله بذلك في كتاره إن الله وملائكة يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا وقال صلى الله عليه وسلم من صلَّى عليَّ واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعُثمان وعلي وارضَ اللهم عن الصحابة والآل أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بمنِّك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عزَّ دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك وعبادك الصالحين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذُل من خذل عبادك الموحدين اللهم فرِّج همَّ المهمومين ونفِّس كرب المكروبين وفُكَّ أسر المأسورين واقضِ الدين عن المدينين واشفِي مرضانا ومرضَ المسلمين اللهم لُطفَك وعافيتك وسلامتك لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين في كل مكان اللهم كلَّهم معينًا ونصيرًا اللهم فرِّج همَّ إخواننا في غزة اللهم فرِّج همَّ إخواننا في السودان وفي إدلب وفوق كل أرضٍ وتحت كل سماء اللهم كلهم معينًا ونصيرًا ومُؤيِّدًا وظهيرًا اللهم سُدَّ جوعتهم واقضِ حاجتهم وفرِّج كربتهم واحقن دماءهم واحفظ أعرابهم واحرز أموالهم وعجل بفرجهم ونصرهم يا قوي يا عزيز اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز اللهم اشتُد وقتك على أعداء الملة والدين اللهم عليك بالمنافقين والمفسدين في الأرض اللهم عليك بخوانة العهود والمواثيق اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وظاهرهم وساندهم وأيدهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز اللهم سلِّط عليهم جنداً من جندك وأنزل عليهم رزك وسخطك وعذابك إلها الحق اللهم قف الرُعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم رُدَّهم خائبين فاسرين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربَّونا صغاراً وارزُقنا ذرَّهم أحياءً وأمواتاً اللهم إنا نسألك حياة السُعداء وميتة الشُهداء ومُرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم بارِك في أعمارنا وذرياتنا وأرزاقنا اللهم بلِّغنا رمضان اللهم بلِّغنا رمضان اللهم بلِّغنا رمضان وَاعِنَّا عَلَى صِيَامِه وَقِيَامِه بِرَحْمَتِكَ يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون شكرا